إنها مأساة الحرب ومعاناة النزوح التي تبدل حياة الناس وتفاصيل أيامهم هنا على حدود مدينة مأرب تتوزع مخيمات النزوح وتزداد حيث رصدت الوحدة التنفيذية ما يزيد عن مئة مخيم يسكنها نازحون من مناطق عدة تضعفت أعدادهم بعد موجة النزوح القادمة من محافظة الجوف وفي المقابل تقول المعلومات إن تدخلات السلطة المحلية وشركاءها في العمل الإنساني من منظمات محلية ودولية محدودة وغير مجدية ولا كافية للإحتياج الإنساني الكبير أكثر من ألف أسرة وصلنا لنا يوم العجوم مأرب فوصلنا اليوم ردوني ثلاثة يوم اليوم الثالث ويقولوا انتهى الدواء إن في حاجة ما يزيد يهنونها كذا كل واحدة ولا ما عاشت معنا لنا من المرتبات من عيد حرفة هينا أهتلنا هناك هينا ما هني قد يقتلونها قتل إنه شتاء الحياة بالنسبة لهؤلاء النازحين الذين زادت احتياجاتهم ومعها ظهر تلاعب المنظمات وعدم تحمل مسؤولياتها والاكتفاء بالتدخل الشكلي على الأرض وتصدير تلك الجهود المحدودة والبسيطة لوسائل الإعلام فالمساعدات الغذائية المقدمة شحيحة والخيام رديئة الصنع بالإضافة إلى غدم إيجاد مستلزماتها ما يجعلها عديمة الفائدة والجدوى المساعدة التي قدمت من قبل شركاء العمل الإنسائي المساعدة هذه لا تغطي ولا تلبيها حاجة أساسية بل لا تجع حتى على المعايير الدنيا تغطيتها سواء في الجانب الغذائي سواء في الجانب الصحي سواء في الجانب التعليمي سواء في الجانب المأوى والإيوى والموت غير الغذائية وغيرها المساعدة لا تغطي ولا نسبة ما نسبته 10% أو حتى 7% من هذا الاحتياج بالنظر إلى المخيمات المتزايدة يتضح أنها غير مؤهلة ولا ينطبق عليها معايير وجودة إنشاء المخيمات الخاصة بالنزوح حيث تفتقر إلى دورات مياه وفصول دراسية ووحدات صحية ما يجعل انتشار الأمراض والأوبئة حتمية وهو ما يستوجب من المنظمات والسلطات مراجعة أدائها والعمل على تحسين الحياة فيها حالة استياء واسعة للنازحين من الدور الذي تلعبه المنظمات في مأرب حيث تبدو المخيمات والمساعدات الإغاثية والإيوائية شحيحة ومنعدمة مقارنة مع نسبة الاحتياج خليل الطويل قناة بلقيس مأرب